ايه حكاية التزيين الانسان لما يغلط وبعدين يتوب لربنا ربنا بيسمحه لكن التزيين ان الانسان يغلط ثم يبرر فلا يشعر بالخطأ ويبدأ ضميره يسكت لان التبرير بيسكت الضمير وده معنى التزيين يعني الشيطان لما بيجي يقول للشاب الصغير اللي في السنوي ولا اللي في جامعة دوق السجار والمخدرات واخطاء كتير جدا خليك وانت صغير من حقك تدوق انت لسه صغير وتقدر تتوب لسه قدامك العمر طويل وانت لو ما دوقتش دلوقتي هتشتقلها وانت كبير عندك خمسين سنة هذا التبرير بيخلي الشباب يبقى جريء على غلطات وهو عارف ان من حقه يعمل كده انا لسه شاب من حقي ان انا اجرب فاخد بالك من مسألة التزيين هي التشجيع مع التبرير وربنا في رسالته الى متابع الشيطان وبيتكلم على التزيين اتكلم ان الشيطان بيزين الفواحش العلاقات المحرمة بالجنس الاخر ربنا بيقول زين للناس حب الشهوات من النساء والعلمة لما فسروا كلمة زين قالوا ان الله زين والشيطان زين الله زين العلاقة الحلال مع الزوجة والشيطان زين العلاقة الحرام مع العشيقة والاشكالية في التزيين هي التبرير هو انت عارف انا ليه بتكلم في حاجات خاصة جدا تخصني وتخص حياتي مع زملتي في الشغل اصل مراتي مش بتسمعني انت عارف ليه انا كسرت الحواجز بيني وبين جارتي اللي هي مرات جاري لان انا طلطت من مراتي تبقى احنينة ومرات جاري احنى علي فانا بتكلم معها من غلبي هذا تزيين وتبرير بيخلي الانسان وقصص الخيانات والمشاكل اللي بتحصل كتير اوي بسبب كسر الحدود المزينة مع التبرير وانت عارف كم الملايين او المليارات اللي بتتصرف على الحياة اللي فيها رأس وخمرة واشياء فيها منكرات كبيرة وكبائر تحت بند ان دي حضارة وان دي حياة فيها حرية كل ده من تزيين الشيطان والشيطان جوه الحياة دي بيعمل مشاكل كتيرة اولها الوقيع بنا بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة قوة الصلة الروحية مع الله بتتقفل في الاماكن دي فهل انتم منتهون عشان كده مسألة التزيين دي هي الكلمة الاولى والرسالة الاولى اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عليها في القرآن الى متبع الشيطان لو غلط ممكن تتوب لكن اتباع الشيطان هو الخطأ مع التبرير وهو ده التزيين